كثير ناس بعد تجربة لينوكس للمرة الأولى من باب الفضول باستخدام الإقلاع المزدوج بيندم وبيقول خلاص بدي أرجع لويندوز فبيشي أخونا وهو موجود ضمن ويندوز بيروح هذا بارتشن لينوكس على أساس أنه المشكلة حلت وخلاص وكل شي تمام التمام وبلا لينوكس وبلا صداع وبلا وجع رأس بس أخونا بينصدم أنه بعد إعادة التشغيل رح يلاحظ أنه ويندوز ما عاد أقلع أو البوتلودر الخاص بويندوز ما عاد يشتغل ورح يبقى محصور ضمن شاشة جرب سودا اللي هي كومند لاين خاصة بجرب بس بدون إمكانية الدخول لا لويندوز ولا لينوكس اللي ما عاد موجود أساسا فهلا شوف يا أخي أنا لا رح قل لك استخدم ويندوز ولا رح قل لك استخدم لينوكس فالكمبيوتر كومبيوترك والنظام نظامك وانت قدرة بإحتياجاتك ولا رح اسألك عن سببك لحذف لينوكس بس بدي إقلك أنه قبل ما تعمل إعادة التشغيل أو قبل ما تعمل أو قبل ما تقوم بحذف بارتشين لينوكس فلازم أنك تعرف ليش فشل النظام بالأساس ليش ما عاد يشتغل بعد ما حذفت البارتشين السبب ببساطة أنه وقت اللي بتقوم بتثبيت لينوكس إلى جانب ويندوز فأنت فعليا قمت بتثبيت البوتلودر اللي هو جرب طبعا هات في حال أنا عمالي أحكي الكلام بشكل مبسط للناس اللي عمالها تقوم بالعملية لأول مرة واختارت واحدة من التوزيعات الشهيرة اللي 99% من الحالات رح تثبت البوتلودر الخاص اللي هو جرب باستثناء الوحيدة اللي بعرفها اللي بتجي بشكل ديفولت مع السيستم دي بوت هي البوب أو اس أما باقي ما تبقى فالأغلب بيقوموا بتثبيت جرب فوقت اللي قمنا بتثبيت جرب رح يتوقع جرب رح يقوم باستبدال البوتلودر الخاص بويندوز هلأ ما قام بيحزفه وإنما بيستبداله فأنا وقت اللي رح حزفت البارتيشن الخاص بلينوكس أنا ما حزفت اللي جرب لأنه اللي جرب بتم تثبيته على بارتيشن تاني هاد الكلام في حال كان النظام عندي أو كمبيوتري بيستخدم اليو اي اف آي هلأ حتى على اللي جاسي بايوس كمان عمالها تتم نفس العملية بس نحنا اليوم بس رح نركز على أنظمة اليو اي اف آي باعتبار أنه أي كمبيوتر مصنع من عشر سنين ولا يومنا الحالي تسعة وتسعين بالمية بيكون عماله يشتغل مع اليو اي اف آي طيب هلأ نحنا لحتى نحل هاي المشكلة رح نمشي بالخطوات من أولها لآخرها يعني رح نحذف بارتيشن اللي نوكس بعدين رح وارشيك طريقتين لكيفية حل هالمشكلة الطريقة الأولى اللي تعتبر حل مبدئي أو حل مؤقت في حين أنه الطريقة الثانية اللي هي أني احذف جرب بالكامل فلحتى نجي أول شي رح نجي لقائمة ابدأ ورح ندور على ديسك لنفتح أداة انشاء وحذف البارتيشن اللي هي كورييت ان فورمات هارد ديسك بارتيشن رح نضغط عليها وهون لازم تكون حذر شوي وقت اللي بدك تحذف البارتيشن فأنا اللي بدي أحذفه هو بارتيشن لينوكس وليس بارتيشن ويندوز أسهل طريقة لأني أعرف شو هو البارتيشن الخاص بي لينوكس اللي رح شوف أنه ما في عليه أي حرف يعني الدرايف اللي بدي أها أو البارتيشن اللي بدي أها أكيد ما رح يكون البارتيشن أو الدرايف سي لأنه بي لينوكس ما في عندي أحرف للبارتيشن أو للدرايف فأنا رح شوف أنه في عندي الهيلثي برايميري بارتيشن هاد شايفه أنه مستخدم بس ما في عليه أي حرف فبالزر اليمين رح نقل له ديليت فوليوم رح أحذفه هلأ الخطوة اللي بعدها إذا كانت هالمساحة اللي قمت بحذفها بدك تستفيد منها لحتى ما تكون مساحة ضائعة وبعدين ترجع تنشئ بارتيشن جديد فبإمكانك أنك بتجي لبارتيشن سي وبالزر اليمين تقل له إكستيند فوليوم لحتى تستعيد هالمساحة اللي صارت مساحة غير مستخدمة فرح نقل له مجرد نيكت ونيكست بدون مغير أي شي لحتى آخذ كامل المساحة ورح نشوف مباشرة أنه السي صار حجمه هو الحجم الكامل على هالهارد اللي عندي طيب هلأ لنقول أنه أنا رحت مباشرة وعملت إعادة تشغيل بعد هاي الخطوة بدون ما اتبع الخطوات اللي بعدها رح نجي ونقل له ريستارت ورح نشوف شو هو الخطأ اللي رح يطلع عندي وبعدين كيفية حله طيب مثل ما اللي شايف أنه أنا بعد ما عملت إعادة تشغيل ما طلع عندي غير الكومند لاين الخاص بجرب هذا الكلام معناه أنه ما ععد عندي البوتلودر الخاص بويندوز على الرغم من أنه لسه موجود فالحل الأول اللي هو أني أدخل لإعدادات البيوس الخاصة بكمبيوتري وغير ترتيب الإقلاع طيب الدخول لإعدادات البيوس أكيد بيعتمد على اللابتوب أو الكمبيوتر اللي عندك سواء تضغط على زر ديليت أو على زر F12 أو على زر F10 F8 F2 هذا الكلام راجع لكل ماذر بورد أو لكل لابتوب بس أنا باعتبار أنه على الفيرت مانجر رح أجي للبوت مانجر وهون رح شوف أنه في عندي بوت انتري اسمها أوبونتو هاي اللي موجودة على جرب بس ما عاد موجود البرتشن الخاص فيها وفي عندي البوت انتري اللي اسمها ويندوز بوت مانجر لو دخلت عليها أو لو قمت وغيرت الترتيب بحيث أنه هاي تكون بالبداية رح تكون رح كون قادر أني أدخل للويندوز هلأ باعتبار أني دخلت للويندوز طبعا بعد ما قمت بتغيير الترتيب رح تقوم بالضغط غالبا رح يكون على زر F10 لحتى تحفظ الإعدادات ويصير الويندوز بوت مانجر هو الشغال بشكل ديفولت فبهاي الحالة هاد الحل المؤقت أما الحل الدفينيتف الحل التام الدائم هو أني أحذف البوت انتري اللي اسمها وبونتو اللي شفناها من شوي فهلأ لحتى قوم بحذفها طبعا أنا بعرف أنه الناس اللي بتستخدم ويندوز بأعمل حالات ما بيحبوا استخدام الترمينال أو الكوماند لاين بس هاي رح تكون واحدة من الحالات اللي رح تستخدم فيها الكوماند لاين لحتى ما تعد مرة تانية تستخدم الكوماند لاين فرح نرجع لقائمة إبداء ورح نقل له CMD أنا ما رح استخدم الترمينال أو استخدم الباورشيل لأنه استخدامي لويندوز نادر بس رح نقل له LCMD ونشغلها كأدمينستريتر فرح نقل له run as administrator وبعد ما فتحت LCMD أول كوماند هنه ثلاث أو أربع كوماند اللي رح نستخدمهن أول كوماند رح نقل له disk part كلمة واحدة بدون أي spaces و lower cases بعدها رح قل له list disks أو list disk رح شوف أنه أنا على هذا الجهاز ما في عندي غير أورس واحد اللي هو disk zero وبعدها رح نقل له آسف لأنه الخط صغير بس بي LCMD أو بي ويندوز ما بعرف كيف كبر الخط فبالنسبة للكوماند رح أتركها بالdescription الخاص بالفيديو لا تنسى إذا وصلت معي لهون أنك تضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة لغير المشتركين بعد ما قلت له list disk و شفت أنه في عندي هالقرس اللي بدي استخدمه فرح نقل له sell أو select الخيار الراجع إلك إما أنك تكتب الشورتكات أو الكلمة بي الكامل فقلنا له select وبعدها رح اختار هال disk zero فرح نقل له select disk space zero شايف أنه عندي disk zero is now selected هلا اللي بدي يقل له يا خلينا أول شيء نكبر الشاشة شوي و رح نقل له list volumes list vol أو list vol فرح نشوف أنه في عندي volume zero volume one و volume two volume three volume zero هو اللي فلاشة أو ملف الإيسو الخاص بي اللي أبونتو ما بدي يا أبدا شايف عندي volume one اللي هو القرس أو القرس C هاد ما رح قرب عليه أبدا شايف أنه في عندي volume two اللي نظام ملفاته اللي هو فات 32 و حجمه 100 ميجا و الإينفو عماله اللي أنه system أنا طالما أنه شفت أنه file system هو الفات 32 و حجمه هو الأصغر من بين كل الأحجام المتاحة فأنا بعرف أنه هاد الفوليوم اللي موجود عليه البوتلودر فرح نقل له sell هلا رح حط الشورتكات ما رح أكتب الكلمة بالكامل و vol و رح نقل له vol two شايف أنه volume two is the selected volume هلا اللي ظل عندي أنه هاد الفوليوم هلا باعتبار أنه ما لي شايف أي حرف جنبه وقت بالخطوة اللي قبلها ما في أي حرف C أو D فلازم أني قوم وأعطي حرف لحتى بعدين أقدر أني أفتحه سواء من مدير الملفات أو من الترمينال اللي أنا موجود فيها حاليا فرح نقل له assign space letter يساوي و رح قل له أي حرف بيخطر ببالي طبعا باستثناء ال C وال D باعتبار أنهن مستخدمين فأنا رح قل له الحرف M assign letter يساوي M و شايف أنه disk part successfully assign the drive letter or mount point أنا خلصت للثانية حاليا موجود بالdisk part فلازم أني أطلع منها فرح نقل له exit هلا الخطوة اللي بعدها أني روح لهال drive اللي جديدة اللي هي سميتها أو عطيتها الحرف M فرح قل له M ونقطين رح شوف أنه صارت تغير من الحرف C للحرف M لو قلت له DIR لحتى أعرض المحتويات بالdrive M رح شوف أنه في عندي مجلد اسمه EFI فرح نقل له CD و EFI لو رجعت مرة تانية وقلت له DIR فرح شوف أنه في عندي عدة مجلدات في عندي مجلد مايكروسوفت مجلد بوت مجلد Ubuntu أنا اللي بدي أحسفه هو المجلد اللي اسمه Ubuntu اللي هو البوتلودر الخاص بي Ubuntu فعلى LCMD أو بالCMD رح نقل له RM دير Space رح نقل له Slash Capital S وبعدين Space هو Ubuntu طيب هلا بده يقل لي متأكد أنك بدك تحسف هال Partition أو هالمجلد رح نقل له Y اللي هي Yes وبهذا الشكل بتكون المشكلة انحلت طيب خلينا نرجع نعمل Rayboot ونشوف هل رح تطلع عندي الواجهة السوداء اللي شفناها مني شوي ولا رح يقلع مباشرة لويندوز ورح أرجع عيد التشغيل مباشرة لنشوف شو اللي رح يطلع عندي به هالماكينة الافتراضية شايف مباشرة أنه طلع عندي الدولاب الخاص بويندوز ما رح نعمل أي عملية التشك واشتغل البوتلودر الخاص بويندوز بدون الدخول للبوتلودر الخاص بوبونتو أو أي توزيعة لينوكس تانية باعتبار أني قمت وحزفته بشكل كامل بدون مغير أي أوردر بإعدادات بايوز ورجعت لويندوز وخلص يا إخي أنا ما عد بدي لينوكس وخلي نوفا رايحكي شو ما بده هو بيستخدم لينوكس يستخدمه أنا بس بدي استخدم ويندوز وبأمان الله اشتركوا في القناة